السلام عليكم. بسم الله. اليوم ان شاء الله سنبدأ في دروس خاصة بتلاميذ السنة الثالثة عيدادي. وبنسبة للتماريخ اللي سوف نخدمه سواء بلغة العربية او بلغة الفرنسية. وحاجة مهمة ان الرياضيات لا تحتاج تشغيل من اللغة. الغنبين اول اسئلة التي تضع في المتحال المحلي في السنة الثالثة عيدادي. في المتحال تدوز فترة الأولى. فتكون سؤال بها الشكل. التي تكون في الأساس تقوم بسيطة. يعني في الغالب تتعطينا سؤال بمعنى باللغة العربية. اللي هو هش بسيط. لذلك تقوم بتعطينا في الأول سؤال بها الشكل. وتكون الهدف عند كل تلميذ هو أن يقوم بالتبسيط هذه العملية. نبدأ بالسؤال الأول. فمطلوبنا مثلا نقوم بسيطة الاسمبلفكاسيون لعصين دو كاتروفنتايا. يعني تبسيط جدر واحدة وثمانين. فكتنا نعرف بأنه واحدة وثمانين هو عبارة على مربع كامل. وبنسبة للطلبة اللي حافظين المربعات الكاملة. فمسألة مهمة. لما حافظينهم مش فلاوما مستطبسين أساسا مش دول الطلب. يعني فاشتنا نضرب عدد في نفسه. يعني مثلا واحد في واحد غيط سنوى واحد وستنين واحد مربع كامل. جوج في جوج غيط سنوى جوج ستنين اللي هي أربعة مربع كامل. تسعود كذلك مربع كامل لأنها هي ثلاثة في ثلاثة. خمسة وعشرين مربع كامل. ستاشة مربع كامل. ستاة وثلاثة مربع كامل. إذا أنت تمشي تقلي باللأداد اللي هما. بحال بحال وتتجير الطلب جالهما تلقى جميع المربعات الكاملة. أول مقارنة ستبدأ للتجير. هي مثلا لأداد بحال شكل 81. فإذا كنت حافظ مبدئيا فهي يبالك بأن 81 هي ثلاثة في ثلاثة. وهي مربع كامل. وبتطبيق قاعدة القوى هي ثلاثة وستنين. سنتكرو بأنه فيما تططنا ثلاثة وستنين. سنخلي هذا الجزء دائما باش نشرح فيه بعد العلاقة الأساسية. بأنه فاشنقوله A و S M فهي ببساطة. فتعني A في A في A في A في A M مرة. ما تتعني هذا الجزء دائما؟ إذا كنت مثلا A و S 3 فهي تتعني A في A في A في A. ثلاثة المرات. ومن هنا يخسر الطلب التلاميذي يردوا البال بأنه A و S 3 لا علاقة لها باش. بأنه A في ثلاثة. فرق تتبير ما بين A و S 3 لأنك تقدر نفس العدد من السوق. ثلاثة المرات وما بين A في ثلاثة. مثلا جوج و S 3 ما تتساوي؟ تساوي جوج في جوج في جوج. هي جوج في جوج 4 و جوج هي 8. ولكن جوج في ثلاثة. ورأيه اللي تتساوي 6 بطبيعة الحال بعملية جد والطلب. إذن نفرق ما بين جوج و S 3. 2 على قصص 3. 2 على قصص 3. 2 على قصص 3. إذن من يتلقى الجدر. قينا قايدة تقول لنا بأنه دائما مربع إلى دخل على الجدر. الشيء وقع تيمشي بجوج. إذن هنا سوف يمشي لنا مربع و سوف يمشي الجدر. و سوف تبقى ثود. إذن جدر 81 هي ثود. هذا فيما يخص السؤال الأول. نزل السؤال الآخر. الذي تضع في نفس التمرين. والذي كان هو بكل بساطة الجدر. سعيد 30 ناقص جدر ثود. إذن أنا سأكون لدي جدر 30 ناقص جدر ثود. هنا سوف نرد البلد طرقك. فلنستعمل مع التمرين. سوف نرى و نحسب ما يوجد بداخل الجدر. و هنا بطبيعة الحال لدينا فرق. إذن لا يمكن أن نقوم و نقسم هذا الأعداد. أخطاء الفاتحة حيث يجب الطلبة. هو أنه يأخذ مثلا جدر A ناقص B. و يقول لي. سوف تساوي جدر A ناقص جدر B. هذه مسألة خطأة. إذن في الأساس لا يمكن أن نحسب ما هي A ناقص B. والمسألة حتى بنسبة جدر A زائد B. سوف تساوي جدر A زائد جدر B. هل لي صحيح؟ سوف يكون عندي مثلا قسمة. مثلا جدر A على B. سوف تساوي جدر A سور جدر B. جدر A و جدر B. كما تقوم باللغة الفرنسية. هي لغاسين دو A سور لغاسين دو B. وبين غاسين دو A فوا B. سوف تساوي لغاسين دو A فوا لغاسين دو B. إذن أنا في التمرين لا يمكن أن نعزلهم. إذن ما هو الحال الذي نحسم؟ هي عبارة على مربع كامل إذن ستولي تسود وثلاثين ناقص ثلاثة إذن تسود وثلاثين ناقص منها ثلاثة ستتصيني شحال جدر ستة وثلاثين تنتكروا بأن الرياضيات بسيطة فكل ما لنا إلا أنتبعوا بأن تلقوا بها تشوفوا مثلا نزوج الأسئلة تحطوا في هذا الامتحان لأن هذا امتحان محلي سابق إذن هنا تلاحظوا بأنه كان مرتبسين إلى واحد القاعدة بسيطة تلقناها في الأول ما معنا المربع الكامل وحالنا 36 من جديد هي هاش هي 6 في 6 إذن ستساوي جدر 6 وثلاثين وما قلنا من قبل المربع والجدر تيمشيه بالجوج إذن هنا ستساوي 6 نصيحة صغيرة من تكمل التمرين أعود نقل هذه الأسئلة نقل فقط المعطيات الكينين هنا هذه الأسئلة التي تضعنا في هذا الجزء ستعود نقلهم وستعود تخدم عليهم بعد ومن بعد مرة مرة رجع للنغو جيسترونه لكي نرى مختلف المعطيات ندرز المثال الثالث والتي هو هام جيدا لدينا جدر جوج فاش في جدر ديال واحد على 18 في الجدر ديال جميكيز في الجدر ديال 3 مقسومة على جوج الكل وس ناقص جوج إذن بالنسبة لهذا التمرين ستعود نرد البال من جموهات القواعد أول حاجة هو أنني أخصني فيما عندي الأس في ناقص يعني لي بأنني ستنقلب الترتيب باش نفهم هذه المسألة بطريقة أوضح مثلا قاعدة أش تقول قاعدة تتقول لي ببساطة بأنه فيما عندك A على B الكل وس ناقص M رهي نرمال B على A الكل وس M إذا كانت ناقص في الأس ما عندك ناقص الإشارة ما عندك علاقة بناقص الإشارة بقدر ما عندك علاقة بأنك تقلب الترتيب إذن هنا سنرى هذه المسألة هي اللولة هذا من جهة من جهة أخرى سنقوم بطريقة لكي نبسط هذه التعبير إذن قلنا جوش تحويج مهمة نقدرنا عليهم في الأول هو أنه جدر A في B ستتساوي A جدر A في جدر B وهذا القاعدة بسيطة إذن سنجمع هذه الجوش الجذر بعد الأولين ونرى كيف نبسط التمرين فيما بعد إذن جدر جوش جدر 1 على 18 سنرط هم في جدر 1 بطبيقة العلاقة بأنه جدر F جدر B ستساوي F B إذن سنجمع جوش مضروبة 1 1 على 18 ومن الجهة الأخرى سنجمع الجدر هنا سنجمع تبسط هو أنه جوش جدر على جوش ولكن سنقص جوش إذن سنقلب هم بمعنى جوش سنجمع الفق وجدر 3 سنجمع التحت وهنا ستبقى لنا S 2 نكمل التعبير هنا ستقول لدينا قائد أخرى تقول أن A B على C وهذا رضو البال أدل درس حف في ماشي في زائد تساوي A B على C وهو المثال الذي لدي جوش 1 18 ستقول بكل بساطة هي جوش على 18 وقائد أخرى تقول ليا أنه A على B كل M هذه القاعدة مهمة في القيوة A B كل M تساوي A M على B M إذن أنا سأقول لدينا مباشرة في هذه القيمة 2 2 يعني سنقسم 2 على جدر 3 H 2 2 إذن سنكمل المتساوية جدر 2 على 18 2 18 تساوي بكل بساطة 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 جوجه ستنان اللي هي شحال أربعة وهناك قلنا المربعة والجدرة يمشي بجوجه أربعة على ثلاثة لكي نبسط أكثر الجدرة واحد شحالت يساوي واحد حيث كان قاعد أخرى بنفس الطريقة التي قلنا نضرب حتى في القصر إلا عندي الجدر ديال A على B روّق الجدر ديال A مقسوم على الجدر ديال B بمعنى جدر واحد على جدر سعود ضغطت ثاني واحد على جدر سعود اللي هي شحال ثلاثة فاربعة على ثلاثة تنذكر بأن هذا التمرين أو هذا الدرس مهم حتى للطلبة الجدر المشترك العلمي لأنه فرصة لأنهم يراجعون هذه العمليات بسكو ضروري أنهم يأخذونهم مشكلة أبسط الجدر بالعملية البسطة في الضرب سهل إلا كان لدي القصور فيهم الضرب سهلين بزر لماذا؟ لأن هنا عندي A على B مضربة فاشة في C على D فهي مباشرة تتعطينا جداء البسطين على جداء المقامين بمعنى هنا سأخبر عندي واحد فاربعة غطى ثاني واحد فاربعة غطى ثاني فاربعة وثلاثة غطى ثاني تسعيد إذن نعطى سنكون جاوبنا على السؤال ثالي إذن السؤال لدينا هو بسط أو سامبليفي نعوده نكمله فهذا ليس بسط اللي بقالينا السؤال الأخير باش نكون هكا جاوبنا على تمريل لول ككل إذن هنا بالنسبة لهذا السؤال الأخير سيكون عندي ثلاثة وهذا هو تمريل ليه مهم بزاف جدر 27 ناقص ناقص جدر ثلاثة زائد جدر 75 هذه النوعية من التمارين تخصصنا نكون عارفين في أجوش لحويج مهمين بزاف ماذا نرى؟ نكون عارف ما يسمى بالمربعة الكاميرة ونكون نتمكن من ناجح من جدول الطرب ونكون عارف ما يسمى بمقادر القسمة شخص مقادر القسمة نكون عارف نسجبد العدد لأنه يمكن أن يكون لنا العامل المشترك مثلا مثلا 27 فأنا سأقول ما هي 27 20 20 هي سعود في ثلاثة نقطة لها مسألة مهمة سعود في ثلاثة سعود ونبدأ عبارة لها على مربعة كامل مربعة كامل مربعة كامل مربعة كامل هناك ثلاثة مزيان لذلك في البارد الثلاثة ما هي ثلاثة؟ هي واحد في ثلاثة واحد مربعة كامل لأن واحد ينصر محيط في الضرب مزيان وهنا 75 نرجع كيف أعرفنا بأن نرى سعود أو ثلاثة رأى لعدد مضاعفة للثلاثة نذكركم قائدة بسيطة نرى من البتدائي لكي نرى ونجمعهم إذا كان هذا العدد مضاعف للثلاثة ونقسم به على التسلاثة سنقوم بأن تصرف النتيجة لا تتذكر ما هي العلاقة ونظر لأن نرى تسلاثة 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 ثلاثة سننكتب نجيء إلى الأخر هل نضاعف للثلاثة؟ حتى تصرف المجموعة وتسلاثة وهذه العدد الثلاثة لذلك هذه العدد مضاعف للثلاثة ثلاثة وتسعود ثلاثة بين راهو كل عدد فهو مضاعف لنفسه خمسة وسبعين إذا جمعنا خمسة مع سبعة غدت عطيني اتناش و اتناشر كذلك هي تتسوي ثلاثة فاربعة إذن هاد خمسة وسبعين مضاعف لثلاثة يمكن ندير قسمة أقليدية بسيطة لأنه ممكن أنه ما تكونش لأهل الحاسبة متاحة إذن غندير قسمة أقليدية بسيطة سبعاش حلفة من ثلاثة فيها جوجوج ثلاثة ستة ناقص إذن هنا من بعد وخمسة كذلك شحل فيها من من دونك نالي بنديره عملية ديال الحساب دونك أنا غدين نعود نقصه دونك سبعة ناقص تشحل بطل ثاني واحد وننزل باج بخمسة إذن 15 شحل فيها من ثلاثة فيها خمسة إذن هنا غدير كذلك ناقص 15 باقي القسمة هو شحل هو صفر إذن هنا غدين يعني بأنه خمسة وسبعين هي شحل هي خمسة وعشرين في ثلاثة وخمسة وعشرين مربع كامل ممتاز إذن أنا هنا لقيت أشنا هو المربع كامل في الغالب هو ما تعطينا أعداد بحالات ثلاثة أو خمسة أو سبعة ولكن هذه هي الطريقة بشكل عام إذن أشنا نزل ما بقيتنا خلال الأداد المكتوبين نكتبهم بشكل جديد سبعة وعشرين تنبدا ديما بالمربع الكامل هي شحل سعود ثلاثة ناقص جدر آش ثلاثة ضربة فاش في واحد وهنا دائما كنا نصبق دائما المربع الكامل إذن أنا سأقول ناقص آش جدر واحد ثلاثة زائد بنسبة لخمسة وسبعين هي شحل هي خمسة وعشرين مضروبة في ثلاثة إذن نكمل حساب ذي ثلاثة مضروبة في جدر تسود شحل هي جدر تسود مربع كامل وشفنا عجوش للمرات قبل نخص نكونوا عارفين لما أكترس التمارين تنعقل على مجموعة هذه المطايت أو كما نقوله تنولفوهم إذن أنا سأقول ثلاثة جدر ثلاثة جدر واحد هو واحد وواحد عنصر محيط في الضرب إذن أنا ما عنديش مشكلة سأخليها جدر ثلاثة وجدر خمسة وعشرين هي شحل هي خمسة إذن نخرجها وستبقى جدر ثلاثة وهنا تبقى العلاقلية تقولها بأن جدر A في B تساوي جدر A في جدر B إذن ثلاثة في ثلاثة سأسوي سأقوم بسعود جدر ثلاثة ناقص جدر ثلاثة زائد خمسة جدر ثلاثة سأقولها بجدر في تفاحات بساطة أعطيك تسعود تفاحات وأننا نحيد لك تفاحات أشعر بقت لك تفاحات ثم ناقص لك خمسات تفاحات شعب أتقول؟ هي تلتتاشل تفاحة أريد تفاح وضع جدر ثلاثة أعطيك تسعود يجدر ثلاثة نقصنا منهم جدر ثلاثة وحدة شحال ولو عندي ثمانية جدر ثلاثة وزدنا شحال خمسة جدر ثلاثة يطلل هي غات تولي 13 جدر ثلاثة الرياضيات هي في الأصل مجردة ولكن تمكن لنا نعوض بأشياء بات الشكل إذا هذه العملية ببساطة إذا ممكن أنك أيضا إلا تفكرت بطريقة التعملية التي نقوم بها بحال فرقنا نظر إلى تفاحة يعني نسينا ذاك العدد يعني كنت لك تفاحة كنت لك مقص كنت لك كتاب كنت لك ستيله فرقنا نظر إلى تفاحة كنت لك ستيله لذلك سأقول لدي سعيد ناقص شحال وحدة زائد شحال خمسة سعيد ناقصت منها واحدة هي ثمانية وزدت لها خمسة أي شحال هي ثلاثة إذا سأقول لدي ثلاثة من جدر ثلاثة وهذا سأكون جاوبة لأول سؤال التي تضع بشكل عام في المتحان المحلي